بسبب قضية تغير المناخ علماء الحقيقة وجامعات كثيرة على مدار الفترة الماضية بيجروا أبحاث عشان يعرفوا حالات التقص المتطرفة دي بصفة عامة وخصوصا الارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة تأثيرها هيكون عامل إزاي على الصحة النفسية والعقلية للإنسان فمثلا موجات الحرارة الشديدة والأبحاث اللي تمت وجدوا أن لها بالفعل تأثير أجريت دراسات كثيرة منهم دراسة أجريت على أكتر من مليون شخص عفواً 2 مليون شخص دراسة أجريت على أكتر من 2 مليون شخص ولقوا أنه في زيادة كبيرة في عدد الأشخاص اللي بيذهبوا إلى قسم الطوارئ في المستشفيات في اللحظات أو الفترة اللي بتشهد ارتفاع في درجات الحرارة طب ليه بيذهبوا إلى الطوارئ؟ تعدادة الأسباب مشاكل تتعلق بالصحة عمتاً أو مشاكل تتعلق بالصحة النفسية والعقلية دكتور روبرت برايت وده طبيب نفسي في إحدى أكبر المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها اتكلم عن أنه في زيادة كبيرة في زيارات الطوارئ بسبب ارتفاع درجة الحرارة اللي أثرت على أوقات يعني بسببها حصل زيادة في تعاطي المخدرات لدى البعض زيادة في الإصابة بقلق شديد لدى البعض اضطرابات المزاج حتى الأشخاص مثلاً المصابين بفصام الشخصية زاد معدل إصابتهم وتأثير موجة الحرارة على المشكلة النفسية الموجودة عندهم صحيفة نويورك تايمز صلطت الضوء على بعض الدراسات اللي وجدت هذه الدراسات روابط قوية جداً ما بين ارتفاع درجات الحرارة ومجموعة من مشكلات الصحة العقلية بما في ذلك التعب العقلي والعدوانية وحتى زيادة معدلات الانتحار وبعد هذه الدراسات بدأت تستند ودى يمكن كانت مصالطت ضوء عليه بشكل كبير مجلة التايم الأمريكية إنها بدأت تربط ما بين مصطلحات درجة الناس بتستخدمها لها علاقة بتأثير درجة الحرارة الصحة النفسية زي ما الواحد بيقول مثلاً هو متعصب أنا دم بيغلي قلت لك دي حاجة من الحاجات اللي بتقول قد إنه فيه ارتباط وثيق ما بين درجات الحرارة الشديدة والصحة النفسية زي مثلاً فيه الغرب عندهم كده مقولة بيستخدموها لما يكونوا عايزين يقولوا إنه الواحد بينفس عن نفسه اسمها لاتوفستيم عارفين زي في الكرتون كده لما تلاقي حد متعصب طوم وجاري مثلاً حاجة فبيطلع دخيان منو ده هي دي للفكرة فدي من الروابط اللي الكلمة عليها لكن طبعاً إستند الدرسات كتيرة جداً بتقول بالفعل إنه هناك تأثير لدرجات الحرارة المرتفعة على الحالة المزاجية تصل إلى من مستوى إنه الإنسان بيبقى مخنوقه متضايق إلى مراحل بقى العنف حتى بيلاقوا إنه في بعض الدراسات إنه معدلات العنف زادت ومش عنف جسدي فقط إنما كمان عنف لفظي وده رصدوه على مواقع التواصل الاجتماعي في اللحظات اللي كانت بتشهد فيها عدد من المناطق ارتفاع في درجات الحرارة